لم يعد التهديد العسكري محصوراً في حدود الأرض بل تشكلت قواعد قتال ووسائل حرب أخرى أهمها الطائرات المسيرة عن بعد والتي أصبحت حديث الساعة بعد هجمات متعددة نفذتها ميليشيا الحوثي بواسطة هذه الطائرات على مواقع حيوية لقوات الجيش والتحالف الطائرات المسيرة التي فرضت شكلاً جديداً في المعارك مثلت أيضاً تحدياً جديداً لوسائل الدفاع الجوية الخاصة بالجيش والتحالف لمواجهة الهجمات المباغتة التي تنفذها وهو ما حدث في قاعدة العند بعد أن تمكنت طائرة تابعة للحوثيين من استهداف عرض عسكري للجيش بحضور عدد من القيادات العسكرية الهجوم على قاعدة العند أكبر القواعد الجوية العسكرية في البلاد بهذه السهولة فتح باب التساؤلات العديدة حول غياب دور الدفاعات الجوية الخاصة بالتحالف خاصة بعد تزايد الهجمات على قوات الجيش عبر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية خبراء عسكريون حذروا من هجمات الطائرات المسيرة عن بعد بعد أن أصبح بإمكانها حملة متفجرات وصواريخ ذكية وحتى مواد كيماوية الأمر الذي يجعلها تشكل تهديدا خطيرا ليس للعسكريين فقط بل وللمدنيين وتكمن خطورة هذه الطائرات في تكلفتها المنخفضة وتحليقها على ارتفاع قريب من الأرض إضافة إلى صغر حجمها الذي يجعل إمكانية رصدها بواسطة وسائل الدفاع الجوية التقليدية غاية في الصعوبة قواعد اشتباك جديدة تشكلت إذن بعد تعزيز ميليشيا الحوثي قدراتها العسكرية عبر الطائرات المسيرة وتحدي جديد أمام قوات الشرعية والتعالف في شل هذه القدرات أو التقليل من تبعاتها